السلام عليكم أخوتي أهلا مرحبا بكم في مطباق وصفة للافة طيماني وإن شاء الله فصفة جديدة خليكم مع المقادير وطريقة تحضير أول مرحلة نقوم بها نحضر معكم القشدة بالنكهة للفانيلا فأيك تكون لها تشكل كذلك تجيع لها تشكل كيكون مرسوم في هذا الكاس معمار بالقشدة أولا الموس موس بنكهة للفانيلا كما قلت لكم فأنا نقصمها على جوج بالنسبة للقشدة فكتستعمل في نصف يطره ديال الحليب لكن أنا هنستعملها يعني غير في 300 ميليليتر ديال الحليب باش أكد جيني يعني القشدة مسماسكة فأنا نقصمها على جوج هنا يا كما كتشوفوا معي يعني ما هنستعمل لم يزال لوالو هنستعمل دابع النصف الأول يعني قصمت على جوج بالنسبة للنصف الأول فغانوضعه في واحد الخلاط الكهربائي كذلك نضيفنا يا واحد الكاس ديال الحليب يكون بارد يعني يكون عنا في المجمد كنخليه في تلاجي يعني يحتكي وليم غلاسي عاد كنضيفه يعني على القشدة بالنسبة لهذا الكاس اللي كان وزن به فوكي وزن 150 ميليليتر كذلك نضيف ملعقة كبيرة من الكاكاو ما يعديل 7 جرام كذلك ملعقة صغيرة من القهوة سريعة دوابان ما يعديل 1.8 جرام ملعقتين كبيرتين من السكر الخاشين طبعا خفقت العناصر مزيان يعني يحتوي الخليط متماسيك ويبقى يبنونا ذاك الرؤوس بالنسبة للمدة ديال الخلط فكتبقى على حسب الخلاط الكهربائي ديالكم بالنسبة للخلاط الكهربائي يعني لك الخلاط الكهربائي كيخفق دغية يعني بالزربة يعني غير 1-7 دقايق ولا 6 دقايق يكون يعني الخليط واجد أما يلكن عندكم خلاط كهربائي اللي صغير يعني تل 10 دقايق ولا 11 دقيقة عاد كيولي الخليط عليها تشكل وكيبقى ذاك الرؤوس ديال الكريمة كيبانونا على هاتشكل فهذه المرحلة غنحتاج لهذا القالب بالنسبة لقيص ديال القالب فانخلي لكم في صندوق الواصف كيما كتشوفوا معي فانا القالب غلفتو بالورق ديال الطبخ دهنتو بوحد شوية ديال الزبدة وعاد غلفتو بشكاك يلسق معاي الورق ديال الطبخ كذلك يمكن لكم الدهنو غير بالزيس وتواك يلسق وايضا لابغيتو يعني يغلفو غير بالبلاصيك ذاك شي كيبقى اختياري يعني اما غلفوه بالبلاصيك او لا غلفوه بورق الطبخ فماشي مشكل دهبا مباشرة غنحاول ان انا نضع الكريمة اللي حضرت معاكم نضعها في القالب مهم لما كنشف عندكم هذا القالب يمكن لكم تحضروا التحلية في اي قالب غير هو يعني ديروا له ورق الطبخ او لا ديروا له البلاستيك باش اكام يجيو تقلبو يعني القلاس ديالكم ما يساقلكمش في القالب ودائما نبغيو نغلفو يعني القالب ديالنا ندهنوه بالزبدة وعاد نغلفوه سواء بالبلاصيك او لا بالورق باش اكادك البلاستيك يلسقلنا في القالب تبعا نحاول انا لنسوي الكريمة مزيان على هاتشكل يمكن لكم كذلك تسويوها غير بالملعقة يعني مش ضروري انها تجي مساوية من فينية نغرب شوية وهكي كاسباح شكل ديال الكريمة من بعد ما سرحته وكذلك مسحت الجوانب ديال القالب يعني انضفتهم ضروري ما تنتبهوا لهذا الخطوة يعني نضفوا الجوانب ديال القالب دبعا ندخلو لتجميد مدة ساعتين ونطلقوا ان شاء الله باش نحضروا الطبقة الموالية من بعد ما رجوش ديال السواياح فانا دبعا نحطر معاكم طبقة الموالية غنحتاج الكمية المتبقية ديال القشدة اللي بنكها ديال الفانيلا كما اشتوا معي في الاول فانا قسمتها على جوج كذلك غنضيف كأس ممتلئ من الحليب ما يعدل 150 مليل لتر دائما الحليب كيكون متلج يعني كيكون بارد جدا غنضيف كذلك ملعقة كبيرة من السكر هاد المرة يعني انقصنا الكمية ديال السكر لحقاش غنستعمل واحد الاضافات اللي غيكونوا حلوين يعني باش ميجيناش الكلاص حلو بزاف عمتتافيوا في هاد المرحلة غير بملعقة كبيرة من السكر هنحاول اني لنخفق العناصير بحال مرة اللولة يعني حتيولي الخليط متماسك كما قلت لكم دائما بالنسبة الوقت فغير محدد لحسب الخلاط الكهربائي ديالكم واش سريع واش كبير ولا صغير يعني إلا كان من نوعية المزيانة وكيخ فاقضغية فغير ضرب لكم هكا غير واحد لخمسة دقائق غير تكون الكريمة ديالكم واش دا فهذا هو شكل ديالك كما كتشوفوا معاي كيب قويبانه ان ذاك الرؤوس يعني الكريمة كتولي متماسكة ودائما كلما كان الحليب اللي استعملته بارد جدا فكلما كتطلع الكريمة احسن كما كتشوفوا معاي هنا يا فضل مرحلة غنضيف ملعقة كبيرة من البيسكوي فأنا استعملت هاد النوع ديال البيسكوي صابلي يمكن لكم استعملوا اي نوع من البيسكوي فأنا هاد البيسكوي فيه 42 غرام يعني طحنتوا وعطاني ملعقة اضفتها معاكم كما كتشوفوا فهاد البيسكوي كيكون حلو كذلك انضيف هاد الضانيت فلان كراميل فكيكون على هاد شكل يعني كيجيب حل فلو انحاول انني نضيفه كذلك على الكريمة بالنسبة لهاد الضانيت كراميل فهو كيزين 80 غرام انحاول انني هاد المرة نخفق الخليط على سرعة مخافضة يعني الخلاط الكرامباء يكون ناقص معاي هاد شكل كنخفقه غير شوية غير حتى تنساج مننا العناصر هكا يا واحدة دقيقة ما كاملاش فهكا كيصبح شكل ديالو يعني ما كيكونش متماسك جدا بحال الطبقة اللولة الحقاش يعني ضفنا فيه كمية من الكراميل لذا يعني كيكون شوية خفيف على الطبقة اللولة ما كيكونش متماسك بحالة بحالة يقول لكم كيما كتشوفوا معاي فهذا هو شكل ديالطبقة اللولة بعد ما دازس عليها جس ويع في المجمد فانا غطيتها هنا بواحد البلاستيك غذائي باش هكا ما تشمناش الروائح دية تلاجة ضروري ما تغطيوا يعني الجلاس ديالكم ولا اي حاجة منين توضعوها في تلاجة غطيوها طبعا نحاول انني نوضع الجلاس اللي يبلو الابياض غير بالملعقة لها تشكل نحاول انني نوزعه باشكا يعني جيني متساوي جيني طبقة متساوية ومنتعدبش مني نكون يعني كنسرحها نحاول انني نسرح الكريمة على هاتشكل بالنسبة لهذا الكريمة فهذا المرحلة يعني وخا ما تسرحوها شمزيان ماشي مشكل وخا تسرحوها غير بالملعقة ماشي مشكل من بعد ما سرحت الكريمة كما كتشوفوا معاي مباشرة نغطيها بواحد البلاستيك عدائي وغندخلها للمجميد ليلى كاملة ضروري يعني ما تخليوها حتى تولي مقلاسية في المجميد تخليوها حتى تدمج بزيان وفي حالة انكم خليتوها ليلى كاملة وكل المجميد ديلكم ما كيجمدش مزيان ومهم قيصوا فيها غتلقاوها مقلاسية تم ما عاد خرجوها مهم غتنقول لكم واحد القضية بالنسبة الناس اللي ما عندهم شي يعني باش يسرحو الكريمة يعني جاتهم الكريمة ماشي متساوية بعديكم إلا يعني منيط وطعوها في التلاجة تخلي وكا تدو زكا واحدة استدية السوايع ومن بعد ضغطو عليها بليد ديلكم شي شوية يعني خليو اليد ديلكم بحليك تقرصوها غير شي شوية باش هكا يكي يولدك السطح الفقانين فيني وملس يعني بحليه صيبته بشي سباتيل ولا شي حاجة وهدا وشكل ديالجلاس من بعد ما خرجش متلاجة فهو الآن ضراب ليلى كاملة يعني تقلاصان زيان طبعا نحييدلو يعني البلاستيك بالنسبة للطريقة اللي كتنا نظر لكم عليها قبيلة يعني نيكا تدو زكا تسوايع كنحاولو اننا ندير واحد البلاستيك في الدانا وكان في نيوه باش هكا يجين للسطح متماسك ومعين هاد الشي غير بالنسبة للناس اللي يعني ما بغاش يتصايب معهم السطح يعني ما عندهمش سباتيل فيديرو هالطريقة يعني كيجين متماسك كنديرو كما قلت لكم البلاستيك في الدانا وكان ما نروحو على الغلاس هكا يتساوي معنا الغلاس دبا مباشرة غاندوزو باش نحايدو من المول يعني الطريقة السهلة بما اننا يعني وضعنا دك الورق ديال الطبخ هو كيساعدنا كنحايدو المول بكل سهولة كذلك غانحايد الورق بهاتشكل كيما قلت لكم يمكن لكم تديرو في بلاست الورق تديرو البلاستيك في هات المرحلة غاندوزو باش نزينو بالنسبة للتزين فهو كيبقى على حسب الرغبة لكن انا هنا غانزينو بواحد شوية ديال الكاراميل يمكن لكم كذلك تناولوه بلا ما تديرو لوالو يعني لا كاراميل لوالو تهو كيجيزوهم بساف مهم انا غانزينو هنا يا واحد شوية ديال الشوكولاتة الشوكولاتة اللي كيكون مدور وكذلك القيطعة ديال الشوكولاتة كما قلت لكم بالنسبة للتزين فهو كيبقى اختياري معذي نقول لكم احد القضية من نوعك بالنسبة لعب الجليس استعمل القاكاو من نوع جيد يعني الطبقة الاولى لحضرناها في الاول ولمشbean نم therefore استعملت الى قاكاو من نوع جيد ل Gods بنين دائما كان ركزاكم على هذه القضية دائما في الحلوية او فى الكيكز خصوصاi رو لا تدرونจsen يعني لم تدين عن القاكاو يعني لم تحن شئ فى الى العبار تبا مباشرة غاندوز باش نوريها لكم كيفاش كتجي من الداخل كما كتشوفوا معاي كناخدوا كواحد لقيتع ديال الشوكولاتة كنوضعوهم فالصحل باش هكا مني نقدموهم للشخص اللي غايتناولهم يعني يعطيوه كذلك لقيتع ديال الشوكولاتة هل هاتشكل وكذلك الغلاس كما كتشوفوا معاي فكيجي رائع فالشكل يعني كيجي ودك الطبقة سباينين طبقة اللي وضعناها باللول اسود ديال الشوكولاتة وكذلك طبقة ديال البيسكوي كيجي ولها الشكل صراحة كيجي الماداق دياله بديد بزاف خصوصا مني كتلقى الماداق ديال الكاكا ومع الماداق ديال الكاراميل كيجي روعة صراحة كنتمنى جربوا هاد القلاس لحقاش كيجي لديد بزاف كما شو معاي يعني سهل في التحضير ودغيك يوجد كما كتشوفوا معاي فادا وشكل ديال طبقات عن قرب يعني كيجي في طبقات باينين كما متعودين دائما في نهاية كل فيديو ضروري ما نعطيكم النصائح او لا النصيح المهمة باش ينجح معاكم القلاس كما قلت لكم من قبل يعني ضروري ما تستعملوا الكاكاو اللي يكون من نوع جيد حيث بحالة انكم استعملتوا خصصة الكاكاو ديال العبار فما كيكونش زوين بتاع تاني يعني سواء ان درتوه في الكيك او لا درتوه في القلاس فما كيجيش لماداق دياله وبنين وخاصة تاني يعني القلاس ضروري يخصوا يكون الكاكاو كنركز لكم عني هيكون الكاكاو من النوع الجيد وبنسبة للكريمة يعني يحاولوا تطربوها مزيان بحالي طربتها انا يعني ما تخليوش الكريمة خفيفة كثرة من الق خياس مهم تبعوا غير الخطوات ان شاء الله غتنجح معاكم لحقاش يعني ما فياش شي صعوبة وهكا نكون وصلت نهاية الفيديو كانشكركم بزاف على حسن المتابعة وكانقول لكم شكرا شكرا بزاف على التعاليق الزوينا اللي كتخليوا لي وذا ما بقالي الا نودعكم لعجبكم بالفيديو ما تسوش دعمونا يبلي لايك وذلك كتابة اول مرة كتشوفوني ما تسوش تتركوا في القناة وفعلوا جرس مش دائما توصلوا بالجديد مع السلامة نطلقوا في فيديو اخر